في الرباط والخروج للشارع المغربي كامل لتنديد بما يقع في قطاع غزة هذا يجعل أن الحكومة تحمل المسؤولية وتستجب الحضور في القاتل العاشقين للمغرب وليس الذهاب مرة أخرى تصوروا معي أن الأمن المغربي منع تستفدي الإحتجاجات لخشفه الشعب المغربي كيدعم القضية الفلسطينية فعلاش هات الشي كامل؟ واش المغريب مع فلسطين أو لا مع إسرائيل؟ وعلاش لحد الساعة لمالك محمد السادس ما زال ما خرش بشي تصريح أو لا شي خيطاب كيعطي فيه الموقف ديال المغرب بحال الدول الأخرى لإخوان كنقول لكم هات الحلقة مهمة بزاف لأننا غدي نتعرف على بزاف ديال المعلومات اللي غدي تصدمكم كما غدي نستطفو في هات الحلقة الأستاذ عزيز غالي اللي غدي يكشف لنا على المستور حول موقف المغرب تجاه القضية الفلسطينية وغادي اعطي لنا بزاف ديال المعلومات حول هات الحرب هاتي اللي كينا الآن بين إسرائيل وفلسطين ولكن قبل ما ندخلو للتفاصيل ديال هات الحلقة هاتي نخليكم أولا نسمعوا التصريح ديال دكتور محمد ناجي اللي كي يكشف لنا على أكبر قلب اللي داتوا إسرائيل لمغرب بزيادنا نعرفوا شنا هي إسرائيل إسرائيل بقعة مساحة صغيرة استنزفت المياه الجوفية ديالها اللي ولت عندها المياه مالحة لأنك كانت تستعمل إعادة تدوير المياه ديال الصرف السطحي وبتالي ولت عندها مياه مالحة لا تصلح للزراعة وعندها بحت علمي متطور هذا ما ننسوهش 5.44% من ناتج الوطن الخام أعلى مستوى في العالم مغرب عنده 0.7% إذن هذه المعطيات مهمة وبتالي عندها بحث علمي متطور وخاصة في المجال الفلاحي في البيوت اكنولوجيا وبتالي كتقلب على أنها حب أنها عندها شركة كبرى كتشتغل على مستوى العالم في الإنتاج الفلاحي فهي كتتقلب على توسيع المجال تشتغل ديالها وبتالي مشات المصر بيضايتان في الأردون بعد مشات المصر تتقلب على السودان ثم جات المغرب وآخيرا جات المغرب ونحن نعرف هذا الشيء نعشنا في واحد فترين مو عينا في المعادة الأقاذير المرقب الأقاذير يلبستنا جاءوا وبدأوا يشتغلوا كجواسيس يأتيوا للمؤتمر نهار الول لكن ينتشرون في الأرض ويصرقوا للمادة الجينية يمشون قطعوا في المام ويقصوا بشواء الطمرة ويثداء ويثيرتان ويشتغلوا بشواء التعليقات فيما بعد لأن ذاك شبان دابة ذاك شلدتها هذه وحدة ثلاثين سنة كانت كتبانة إجداله إذا قلت أنهم جاءوا دخلوا وبدأوا حاولوا إختراق الجامعة لأن التطبيع كانت توقف ألفين لكن بدأوا جذورهم جاءوا شركات كبرى في ثلاثة المجالات مجال البودور مجال المعدد السقي وخاصة السقي الموضعي والمجال الأسميدات الدائبة الثلاثة المجالات ودعوا شركات وانتشروا وصيطروا على السوق خاصة منطقة السلوس لأن الإحصائية فهذا العلمكم وصعيب أن أتصل بشكل مهاليين لتقاطع المعلومات يبدو أن 80% المغرب الخضروات مصدر إسرائيلي إما في شركة بينا وإن تطوروا استراتيجاتهم وإن يدخلوا مع شركات مختلطة أو يدخلوا عبر شركات هولندية التي هي من أكبر كثيرة اللاعبين على المستوى العالم لكي يبيعوا البودور في المغرب هذا القديل البودور مهمة للغاية لماذا؟ لأنه الأمن الغدائي تصور المغرب خامس إلى سادس منتج عالمي للطماطب 40 سنة لا يستطيعوا بودور لا يستعمل بودور 8% بودور الإسرائيلية بودور الإسرائيلية غير قابلة ديبلويد يعني تستعمل مرة واحدة تستعمل مرة واحدة تستعمل مرة واحدة أنا أرجع القديل لأنه نقش مع الأساتداء في الجامعة تكررونها تكراراً وما تخلطونها بين السياسة والعلم كان هذا الكلام هذا هو ما يريد أن تتطبيعه بذوبة هذه المنطلقات هذه دولة متقدمة سأستفدون منهم سأرقز على تكنولوجيا وتركز على الجانب الفلاحي 30 سنة تشي مختبر تشي شركة في المغرب تنتج البودور لا زيل بعد ثلاثين سنة نستعمل بودور إسرائيلية تقريباً 90% تسقي شركة إسرائيلية لدرجة أنهم وضعوا وحدات صناعية في منطقة الدربية التي تصنع مواد لكل هذه التنقيت ومناسبة السياسة المغرب الأخضر ومناسبة لهم أنهم وضعوا القضية تعميم السقي بالتنقيت والموريد الأساسي هو إسرائيل ومنعدنا ثم القضية هذه هي ثلاثة القطاعات التي كانوا خطيرين قلت أنه في الجو بدأوا يسترقوش ثلاث والبودور وكانوا اتفاقية مهمة في إطار الاتفاقية بروتوكول ناغويا تابع الاتفاقية الدولي حول تنوع البيولوجيا ومناسبة الاتفاقية الدولي حول تنوع البيولوجيا هذا الاتفاقية الناغوية تقول تهدف على أنه يكون توزيع عادل لنابع عن استغلال المواد الجينية أو الموروط الجيني مثلا إسرائيل ومشت طوراته أو صناعة متطورة عندها تكون عائد المغرب ووضعت كذلك آليات لمحاربة ما يسمى القرصانة البيولوجية فإسرائيل مارس القرصانة البيولوجية على المغرب في التمر تدات المجهول تتطوراته ومن قبل أن تطور المكافحة والأمراض وأنه يتم بحث من المرات الموضوع ويقوم بحث من حسنات المجهول ويجدت أن تتبيعه بأسم المدجول ويجد أن تتبيعه ويجد أن تنفس به أسواق المغرب وأنه تتعرف من أكبر المستهلكين في التومور المسلمين. لأن هذه المقاطعة في التومور كانت تأتي الضيئات في المغرب. وضع الضيئات في الأردن. والفلسطين لدينا طرق ملتويش أن تبيع التومور على منشأ غير إسرائيلي. مع المناسبة، إسرائيل ليس أكبر المنتجين الفاعلين العالمين على مستوى التومور في العالم. أرغان أرغان طورت المقاومة المولوحة والأمراض. وخرجت صنف مئة. يطوروا صناعة جداً سرية لتطوير الزيت. ويصدروا على أن المنشأ غير مغربي. ويصدروا على منافسة مباشرة للمغرب. ويصدروا على الأفوكا. ما هي المشكلة؟ أفوكا استعملت البن بزاف. لم يكن لديهم المحتلة التي لديهم جودة بعيفة. كانوا لديهم شركاء في المكسيك. يصدروا الأفوكا بأنهم من بالفواكيل الأكثر ويقبلوا على المستوى العالم. ويصدروا على الأفوكا. إسرائيل تنتج تقريباً 250 ألف طنف سنوياً. تغطي واحد الحجم كبير من الإحتياجات من أوروبا. يصدروا من مكسيك و بعض الدول. ويصدروا مكسيك في حتر الجافاف. ويصدروا مغرب. يصدروا 455 أكتار. 80 مليون درم من الاستثمارات. ويستطيعوا العطيعتين. يمكنهم إبناء ضيائعات أخرى إلى خير. يمكنهم أن يكون هناك ماء. يمكنهم أن يكون هناك ماء. ويقوموا بإنجاب الماء. ويقوموا بإستخدام أوروبا. يمكنهم أن يكون هناك أوروبا. ويقوموا بإستخدام إكتفاقيات الشركة المغرب. نعم. أكيد. إذن خلاصة القول إنما كان لا نقل تكنولوجيا ولا تعاون تكنولوجيا كان فتح الأسواق كان تبعية غذائية لقطاع أنه راهين راهين بلزانترون اللي كي يجو من إسرائيل ده بغدين إلى سمحلي السيد الموسير جوجد قائع متكلمة القليل السيد بزاف طيب شكرا اللي بغيت نقول أنه علاقاني دي البحث العلمي أنا بغيش ندخل ممكن لكي نشي فرصة خرم بعد نعطيه شوية الفنتش ماركين شنو قع الأردن شنو قع المصر شنو قع الأردن شنو قع المصر ده بكي جي السؤال لكيف فرض نفسه واش المغرب كيدعم إسرائيل بكون إسرائيل أو لو بكون المغرب فيه يهود مغاربة وبكون كذلك المغرب ده تطبيع مع إسرائيل ودار معه بزاف ديال التشاركات العسكرية أو أنه كيدعم فلسطين بكون فلسطين بلد إسلامي كنقول لكم أن الصفحة الرسمية للجيش المغربي أو للقوات المسلحة حطت واحد البيان وعليه هاشتاك ديال السيوف الحديدية والسيوف الحديدية هي القصف اللي ذاته إسرائيل كرد على عملية طوفان الأقصى وهذا الهاشتاك هذا بحالي لكي دعم هذا السيوف الحديدية أو لهذا العملية ديال القصف تاني حاجة هو أنه بزاف ديال المصادر اللي هي رسمية ومؤكدة مصربة من تقارير كريس كولمن أكدت أنه واحد السييد اللي هو مقرب من القصر الملكي ومن ياسير المنصوري ومن المخابرات الخارجية حط واحد المقال ووحد تدوين فيها كلنا إسرائيليون يعني بحالي لقال أن المغرب كله مع إسرائيل ثالث حاجة اللي هي الصادمة بزاف أنه دافيد كوفريت اللي هو واحد السافر إسرائيلي حط واحد البيان في قلب مدينة الريباط كيعيب فيه وكيسب فيه الفلسطينيين وكيدعم فيه إسرائيل فعلاش هات الشي كامل وش نسر هات الشي هات اللي غد نتعرف عليه مع الأستاذ عزيز عغالي اللي غد يكشف لنا عالم ستور وغايف ضح لنا بزاف ديال الحوايج اللي ما زال متى واحد فيكم ما عرفهاش نخليكم مع التصريح ديال مغربة لا مو حماس قل لك ودي هذه العمالي اللي دارت يعني هذه الحماس الزائد خلهم يعرضوا شاب للإبادة لدي يقول هذا الكلام لايس حق أن يكون مقاوما أو يؤمن بالمقاومة هذا مو مقاومة هذا مواطنين أو لا ناشيطين أو لا يوتيوبرزيين أو لا بحلقها أو لا صحيينة أو لا أو لا يمكن ماشي صحيينة يمكن قرأتهم هكذا يمكن هما منزلونش يمكن منزلونش الغزة يمكن صحيينة يمكن ماشي صحيينة بدون علم صحيينة أنفسهم يعني هما يمكن غير غير هذك الدمار اللي كيشوفوه وديك القتلى وديك الأشلاء ديالأطفال وديك الأشلاء ديالنساء يجعلهم مباشرة يقول لك لو لا هذيك العملي اللي دارت حماس لا ينكمل لك الساعة الزعافة يقولوا لو لا هذيك العملي اللي دارت حماس لا ما وصل هذا الأمر إلى هذا وش الأمر كان غادي وصلت في حماس العملية أو لا ما دارتها وش هل الناس عارفين كي يعيشون الناس في قطاع غزة كي يعيشون؟ طبعاً فش كتلقى شعب تحت الحصار مدة طويلة نعطي غامية تلبسية جداً وهذه من الصعوبات اللي كتلقاها في الميدان الصحي كي ننظروش على الميدان الأخرى مثلاً فش كتكون في قطاع غزة فش كتدخله ببيطان كتلقى الممرض أو الطبيب باقي كيستعمل دية تكنيك مقدس كتستعمل في تدولة بحالية شمعات صورة مثلاً البونداج مكيدداش بشكل مقاعد لإيشيوليزازيون ديال بوكود مطيرية ما كيعرفش ليه إذن هاتشي كامل كيفش كيتدبرونسي عزيزي المعاشي اليومي ديالو في مثل الحالات؟ هنا كين الدعم ديال تكلفت شكل كدير جداً ولكن دبرا وقفت ما اللي بقى كين الدعم ديال قوى المقاومة في المنطقة في المنطقة نفسها يعني بالتالي هات الناس اللي لا محامس هم ناس ما عارفين شو ما كان والمسألة ديال الشعب الفلسطيني دائماً يفاجئوا العالم اللي احنا كان هدروع لها هاتشي ديالغزة نفس الهدرالي كانت تدقال فاش كانت الجبال الشعبية كانت تقوم باختيطة الطائرات كل جميع يلوم ودي حدد الدرجة انو hari ده حددت نظره من الجبال الشعبية object ما كانت تعترفول القاضية الفلسطينية الويين ما كانون ما كون الجدار والي لها المقاومة دائماً مدى الاهميةerteي لها الموقف ή بنح NGO ياسير عرفات والإغلاق المكتب الإتصال الإسرائيلي لأنه بيننا قوصيرا ليس أول مرة يكون لدينا مكتبرة مرارة و تسعين وهو لدينا هذا المكتب لا أنا فأشدت لك ما يهموني والشارع أنا طيقة نجي للمواقف ديال الحكومة غير كي شفتي المواقف ديال المغرب خرج الحدود الآن جزت على البلاغات جزت على ثلاثة حسب علمي البلاغة البرح جزت بلاغات ديال اللي كيدين فيهم وأشد العبارات وبلاغات اللي فيهم بلغة يعني حازمة يعني واحد اللغة اللي هي لغة حازمة مثلا السعودية الموقف ديالها من شد لينكين رفضت أن تدين ما قامت به حماس مثلا السيسي رفض الطرح اللي طرحته إسرائيل دي تهجير الغزاويين لعندو الرافاح مثلا كين مواقف هاد المواقف كيفاش كتقرعه في ظل أن الشارع العربي كيشوف بأن هاد الأنظمة هادي كان كيشوفه من قبل هي أنظمة جرات مرة التطبيع وتهلل لإسرائيل وأنها ربما لم يكن ينتظر منها هاد المواقف على عكس أبو مازين مواقف الشارع العربي كانت واضحة أن الشارع العربي ككل مع الفلسطينيين ومع المقاومة الفلسطينية هاد هو الهنوة الكبيرة تظاهرات في كل مدن وكوكانت الحرية بشكل كبير جدا ربما كان تكون تظاهرات أكبر إذن هاد هو المشترك أو القاسم المشترك في المنطقة ككل المواقف ديال الحكومات تحت المواقف ديال المغرب المواقف ديال المغرب لا يرقى المواقف الشارع المغربي بل أكثر من ذلك تقديري كل دول التي طبعت مع إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤوليتها حول ما يقع في قطاع غزة التطبيع مع إسرائيل يعطى ضوء أخضر لإسرائيل أن تنهي القضية الفلسطينية بكل طرق طيب السياة عزيز غير كم ما قلت هو راه هاد المعطى ديالي التطبيع أنا المغرب رأنا شي من الدول اللي عطبعت المغرب في 94 في أوسلو مو بواشاً بعد أوسلو طبع مع إسرائيل وفتح مكتب الاتصال ومن 94 حتى الألفين أنا ما أعتقد ألفين وجوج أو ألفين وراء ألفين وربعة إبال الحصار اللي تضرب على ياسر عرفت واللي من بعد منه غيته في فوق يلا نسمو مانو النقاش اللي راكي عرفه سد المكتب ديالاتصال ومن كان مسدود مكتب ديالاتصال حتى الألفين وجوج كان تحطاب له حتى الألفين وجوج واش ما كانش القصف واش ما كانش جرائم الآن هناك حديث على أن إسرائيل تفتح السفارة في المغرب كان حديث قبل قبل الحدث طبعا كان حديث ديال تطبيع مع السعودية لا 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 هادر رجع للسعودية بويت هادر رجع للسعودية نحن مشكلة لا مشكلة سيقولك أنه الآن تطبيع الرسمي كيعطي الإسرائيل الضوء الخضر أنه هادر اللي بغت طيب وكلمات كنت تقرأ أنه السماح مثلا في المغرب قول حبار المغرب السماح لمسيرات مثلا المسيرات اللي كانت نارحة في العاصمة ريباط سامح وبالعكس أنها هيئة حتى الظروف ديال بشأن لا مشكتظن على أنه أمام هذا نقدروا نقولوا هذه مسيرة كان مؤلن عنها سابقا وأنها كانت سلطات من هيئة لها بالأمس يعني كانظر بالأمس كانظر 13-17 أكتوبر خرجت مسيرات عفوية وبشكل عاجل على الأقل اللي عارف أنا كانت في الرباط أمام برلمان كانت في البربيض وكانت في طنجة على الأقل يعني خرجت وسماحت بها السلطات كذلك واش مكتعت سماحت السماحت والأكثر من ذلك الأكثر من ذلك كانت حالة تحتية قانون ونسمحتش أكثر من ذلك الناس سمحت بحرق العالم الإسرائيلي علامة أكثر من متظاهرة واش مكتوش بأن هذا موقف بلس 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 واش اللي حرقوا العالم الإسرائيلي تشاوروا مع الدولة ريب كانوا بوحد الوقت بغي تتحرقوا واش تشاوروا مع الدولة واش اللي يخش بحل المسيرة واخدها ترخيص الحكومة طبعا حرقوا العالم الإسرائيلي سيا عزيز حرق العالم ليس بالأمر الهيئي وليس بالأمر السال في الدبلوماسية خاصة مع دولة يوقع بأنه طبعات طبعا لكن قبل هذا الأحدث غزة وأنا شاهدون على ما أقول كانت محاولات يلوحة وقفة وحاولت حرق العالم الإسرائيلي وما خلوهم وش حرقوه الأحساب ميزان القوى يعني أنا كنقول خرجة مؤشيرات تمح المسيرة ضخمة وتمح التظاهرة تعفية وتمح بحرق العالم وأنك تخرج بلاغات واش بالنسبة لك هي مواقف أه تنقول لك أن الحالات الحقيقة في الشارع أمام ما يقع ما كانش خيار أمام الحكومة المغربية إلا تسمع ذاتي كوكت عدد الإمكانية أنها تمنع يعني بمعنى آخر أن الشارع طبعا لأن الوقفات اللي كانت البارح رأى هو وقفات اللي جات عفوية مجرد ما شافوا الناس صور ووقفوا على ذاك شيء كل شي يخرج ممكنش غتجي تقول الناس ما تخرش إلا قلتي ناس ما تخرش هتوليف مساوى آخر من نقاش ومن رضود الفعل إذن المسألة اللي كانت هي أنه بعض مرات الحكومة قد تقول نفس فارة ديال الكوكوت ما خليش ويا الاحتيقان يخف داكو وأمام هاد أمام هاد هاد الخارجات وهاد الاحتجاجات اليوم اليوم اللي هو الأربعاء 18 أكتوبر جاردة إسرائيلية دائعة السيط اللي هي داعوت أحران وتخرجت واحد الخبر ما فادوه أن إسرائيل أخلت مكتب اتصالها اللي كان في المغرب وصفارتها في مصر وأجلت موظفيها إلى دول مثل ما توجد لكن قلت أكتر آمن واش في نظارك أن هاد الخبر غالباً غايكون صحيح غالباً كنقلوا غالباً ما كنش مصدر رصميلي أكدوا أون فيها الحدود الساعة وحنا كنصورها في الحلقة واش هو غايكون بفعل فعلان بفعل هاد التظاهرات ديال الشارع أم أنها مواقف الأنظمة ديال هاد الدول هاد ديال والكيفية ديال 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 التعاطي مع هاد الحدد سواء البلاغات سواء السماح بالتظاهرات هي اللي خلت إسرائيل جي لها إسرائيل خذت هذا القرار فاش كناخدوا المعلومة ناخدوها في الشمولية ديالها القرار تلكيان الصيوني حول سحب ممتلية في هاد الدول جاء من بعد إحراق البوابة ديال السفارة في الأردن أمس لو لا تدخل القوى الأمن الأردنية وهذا كانت ستحرق سفارة إسرائيل بمن فيها في الأردن في الأردن وليس ما خلوش الأردن وخلوه ميصر للمغرب لا تنقولك أن القرار ديال الأخير لأن الخرين تنقل لا تنقل الأردن خرجوا ولكن المعلومة اللي كنا لا تنقل ديال المغرب وميصر لا تنقل الأردن خرجوا الآن المسؤولية هي على الدولة المغربية هل ستستمع بيعودات مجرمة الحرب إلى المغرب بعد ما ينتهي كل هاتش نشوفه الإجلاء تم الإجلاء الآن الموقف اللي كنا اللي كنت تدروا عن الحكومة أخذت موقف متقدم الآن مش حكومة الحكومة عندها تدخل تنقول لك أنه كان القرار بلغة المغربية لا البلاغ لخارج وهذا سننتظر شو القرار وسألناك على الموقف كما قلنا المتقدم ولا متأخذ لا هناك من يرى أنه متقدم أنه اسمحات وديرت حسب الانتظارات اللي كنت متوقع علش متقدم يسمح لي سيأعزي نفتح قوس هنا وسمح لي لقضعتك ما أعتذر هنا نفتح قوس علش تعتبر متقدم انطلاقا مما كان منتظر لأن المخيال ديال الشارع الآن شو يقول كيقول روه المغرب طبع ما إسرائيل روه صحاب سمنان على عسل وما كانش منتظر منه أنه يسمح بتظاهرة بهالضخمة أو إذا سمح لها تكون محدودة ما كانش منتظر منه هات البالاغات بهذه الشكل لأكثر من ذلك دعوة للشمع ديالوزراء خارجية الجامعة العربية على مستوى القمة يعني بالتالي هذي عليش كي يعتبروه متقدم الآن نحن ننتظر أن يكون أكثر تقدما وأن يلغى كل اتفاقيات مع الكيان الصهيوني وعدم سماح بعودة مجرمين صهينا إلى المغرب طيب مشي الشارع المغربي كله خرج كيتضامن مع فلسطين كينا البعض وما قيل لا قليلا ولا كينا خستن ناقشو اللي خرجوه كيتضامنه مع إسرائيل شعب الوعد كانت أنا ما حسبتهمش ما عنديش العدد ما عنديش الرقب اللي خرجو اللي خرجو اللي خرجو اللي خرجو للشارع في الوقفة اللي كانت فربط كانوا 18 وقت أنا جايلك ساعز أنت رحكي سؤالي مغير الوقفة اللي خرجو للشارع شيء واللي كي عبرو على المواقف مواقع التواصل شيء آخر وراحكينا وهذا واقع ما غنفيوش رحكينا اللي كيقول لك أنا ما فلسطين ما عربية ما قضية ما والو كينا أبناء العم كينا 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 ناس اللي خرجت وكتقل كلنا إسرائيليون كينا ناس اللي خرجت كالوقفة اللي في الرباط اللي شرت لها دي اليوم السبت اللي ما عارشي أنا شح كان فيها دوك سمنتاش وحسبت مصورة ممكن معها وما نبانو لها شي ستها يعني بالتاني أنا وهاد كيفش كتشوف هاد الشي واش ماشي هو دليل على التنوع اللي كعيش المغرب وعلى حرية التعبير اللي كينا في البلاد أي تنوع تضامن مع الكيان الصهيون بما يقوم به أرى أن ما باش نستعمل المصطلح لما فاش كتكون حقوقي كتكون فروض فيك بزار دي الحواج طرد لها البال ولكن هل هؤلاء يرقون إلى مستوى الإنسان فقط بعيدا على كل ما هو إديولوجي بعيدا على كل ما هو فكري في عدوان كيتقتل في 500 طفل في لحظة و 520 مفقوضين يعني محتمال كبير غير 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 كساسي عزيز ما قتل 500 طفل في لحظة في قنبولة وكتجي وغير تقول لي لا أنا تسامح والتعايوش أظن باللي هذو يقولون هذو يعزلوا أي مغربي ويقولوا هل يهني يشنفوش ويقول لك سياق التسامح سياق التعايوش يقول لك حتى ذوك الإسرائيلي رأي إنسان ذوك المدنيين اللي تقتله ليه هم آمنين ومحتفظين وجهت حماس أنا أنقلوا لك ما يقولون وأنا عارف بلا أنقل بتقفد الأسئلة ولكن ما عليش تقول لك بأنه تديرها حماس الناس محتفلة والناس في يوم عيد يوم السبت لما كيركبوه في طنوبيلات ما كيديرو في والو محتفلين بشي عيد عندهم فبحلا دبنا العيد الكبير جاي شي وحد أجمع العيد الكبير وانت شواء وبولفاف وبدأ عليك بالقطاس أنا أعطيك سؤال بشكل آخر لا جاوب نوعطني السؤال لا لا بنفس المنطق جاوب هم هم بشي عنا بنفس المنطق في المغرب فاشكال الاستعمار الفرنسي بجموعة هذه العمليات تدير تنهار الحتيفالات دي الفرنسا بالأعياد دي هذه 14 جوية كوما كانوش هذه العمليات هادو هادو غضي هادر وغضي هادرة مقاومة مقاومة في المقاومة ممكن نعزيش نهار العيد ونهار ما شير عيد ونهار هادو سؤالهم هموش قابلين همو يعيشوا أحرار بقاء المشاكين اللي عندنا في البلاد ولكن على الأقل كانت مقاومة في المغرب كانت مقاومة في الجزائيا كانت مقاومة في مصر هي اللي اعطات هذا المفتاح ويقول المقاومة والمقاومة تأثير المدنيين العزل غير مسلاحي المسنين طبعا لأننا في الدم منك كانت تحدث وظهرت صور إفراج عن مرآة وطخليها واخر كان هضرو على هذا وننسو السؤال آخر ماذا كثير من ربعالاف آسير فلسطيني الآن ماذا مثلا البرغوتي اللي محكوهم بـ 48 مؤبد 48 مؤبد عمروا الآخر يستمع بعد الآخير ما ما صير تقريبا الـ آسير فلسطيني كثير من ربعالاف اللي عندهم عتق الإداري ما عندهم مصابون بسرطان في حالة متقدمة وكثير منع اليوم تلعيل إذا شنو كتقول للناس أنا سنقول لك السؤال اليوم هو هل يرتقون إلى مستوى الإنسان بعض الأسماء اللي كانت تعتبر من العرابين ديال تطبيح ووكلة من خير إسرائيل وشارية ديور من خير إسرائيل خرجت مؤخرا وكت بوجه المهاجم والمندد بوجه إسرائيل لما تقوم بها إسرائيل وشك تعتبر هذا هو نادم متأخر أو لا متقدم وش نادم أم هو غير انتهاز وتصفية حسابات هنا شقين شق مرتبط بالأشخاص اللي خرجوا الانتهاز إيانا دون مقال ما ما كنت نفكر شي أنا ألوم من فتح لهم المجال ليعبروا عن ما عبروا عنه هم الذين يجب أن نلومهم يعني هم أخرجوا كبيض وجههم طبعا للأسف لأن من يطب ما أبغش على العمر على العمر على العمر لأنه كما كنت في وحد تدوين الحياد في هذه المعركة يعتبروا خيانة هذا الحياد ليس فسح المجال ليتحدث من كان الأمس مع الصهاين ومن أدخل غوفلين إلى المغرب ومن كان يقيم لغوفلين الحفلات أصبح اليوم يهاجم غوفلين لماذا اسمت غوفلين بعد لأن أنا أقول لك المشكلة في من يفتحوا المجال لا هم يحاولوا يبيضوا الوجه ويحاول يهضر شيئا أخرى طيب من المواقف المتيرة كذلك أو من المواقف اللحتة في تعاطم هذه الأحداث دي الغزة هي الموقف دي العبد إلا بن كيران لأنشط بزاف هذا الأحداث هذا بناء أنوى طبيعة الحزبية وطبيعة الدعاوية وطبيعة القضية وإذا شيء يخصه لكن من الأشياء اللي قالها أنه في إحدى كلماته أعتقد ربما مع البرلمانيين دي الحزب دياله أعتقد هاجم اليسار وإعتبر بأن اليسار هو السبب دي الضياع القضية وقال بالمقابل أن هذه النجاحات التي تحقق حماس بسبب كونها ملتزمة دينياً وقال بي أن اليسار تابع هناك أنه يتكلم على القضية الفلسطينية إلا هو يقصد اليسار فلسطيني وهضرت على اليسار المغريبي قال بي أن اليسار الستينات هو لي كم سيطاع المقاوبة قال بي أنه سبب ضيء على القضية وأنه تبع شراب وتبع الفلوس كيف تشوف هذه المقاربة وما ما مجد هذا ما من أنه يقصد نقطة أساسية نقطة أولى ما قاله بن كيران يبين أنه يعيش أزمة نفسية كبيرة جداً يرى أن الصور القتلى في غزة مسؤول عنها لأن حسبه هو من وقعت تطبيعه إذن كل قطر الدم قطع في غزة يتحمل حزب العدالة والتنمية جزء المسؤولية النقطة الأولى النقطة الثانية مع الأسف مسؤول سياسي لا يعلم شيئاً حول تاريخ القضية طبعاً المقاومة في السبعينات وستينات في القضية من أطلق عشرات المقاومة في الفرسي أكثر من ذلك وهذه النقطة الأخيرة آخر نقطة من أطلق ياسين من السجن الإسرائيليين شيخ ياسين مؤسس حركة حمس تم إطلاق صراحه في إطار تبادل أسرى أسرى أشرف عليها اليسار الفلسطيني ثلاثة نقطة بشيقهم زين وأحسن حاجة يديري بعد من السياس هيعود يشوف غير الجبال الشعبية وشوف أنا تنبولك في الوقت اللي كانت القيادات والناس كانت جرع الفلوس وكانت تدير هذا الجبال الشعبية كانت تتكيس على قرطاس وحدها اللي لقاتها لأنك تقول أنه حتى وكان واحد التعميم كان ديكساعة أو لنداء كانت وجهاته الجبال الشعبية اللي أنا معروف في الأعراس الفلسطينية وفي المنطقة يبقى يتيري بالقرطاس في السماع أول تنظيم اللي خرج قرار المنع لهذا شي اللي أنا كان ديكساعة جورج حفاش كانت تقول أن الرصاص يجب أن توجه إلى صدر العذو وليس إلى السماع طيب باش نقدر ما نختموه هذا الموضوع هذا يا عزيز شنو شنو توقعاتك توقعاتك للمستقبل واش كنتنتظر أنه من بعد هاد الكتاف هذه الهجوم ومجزرة اللي ترتكبت في حق المستشفى وهاد الإنزال الغربي اللي ما هضرناش عليه لأنه تحصل حاصل لأنه منحة ما إسرائيل وفرها لها المجال ودعمها بالمال والسلاح ودعمها ودعمها ديبلوماسي رأكيد غير يوقف معها في هذه المرحلة هذا يعني لكن كنتنتظر من الغرب ولا من أمريكا أنها توقف مع الفلسطينية رهواهم أمام هذا الوضع هذا واش كنتتعقد بأنه ممكن الأمور تمشي الوحد بهدنة أم أنه سيكون تسعيدا الوحد الافتراء طويلة جزء النقاط كذلك هنا أساسيا نقطة الأولى سقوط الأقنعة لدول الغربية أظن على أن مشاركة بلين كان في حكومة الحرب الإسرائيلية مش دعم كان جالسا مع حكومة الحرب الإسرائيلية اتخذ القرارات وقال لهم أنا جئتكم كيهودي ولم أجي ولم أجي إذا لما تنقول أمريكا عدوة شعوب وإسرائيل صانعة أمريكية وكل هذا شيء الآن كيفان في عرض الواقع النقطة الأولى النقطة الثانية حاملة طائرة أكبر حاملة تسمح للسعزيز أكبر حاملة الطائرة في الهالم حركتها إلى وجهزت 2000 جندي باش نزلوا للأرض الميداني وقالت لهم الآن غادي ادووز رهرارر رهرارر الرئيس الأمريكي راكينا في إسرائيل غاديوز للكونغريس قرار رفع الدعم لأن أكدوا الاتفاقي الدعم اللي وقع أوبامو كتستمر 3328 وكتفرض الملايين لا ملايين تفضل النقطة الثانية. إسرائيل لم تبدأ الحرب. المقاومة هي اللي ابتدأت الحرب. وهي اللي ستقرر متى تنتهي. في الحروب السابقة كانت إسرائيل. المقاومة كتقدت فسد حماس أو كل فصائح. الآن هناك واحدة ساحات. الآن هناك عمليات مشتركة. لأن نحتلم ما نتحدث حول الأسراء الكيان الصيوني. مش غري حماس لي عندها أسراء. كل شيء عنده الأسراء. الآن هناك غرفة عمليات موحدة ومشتركة. وكما قلت ليس الكيان الصيوني من بدأ الحرب. إذن ليس بيده قرار إنهاءها. من جهة أخرى من المفاجأة الكبيرة التي ستكون وما سيقع في شمال كيان الصيون. من الجبهة اللبنانية؟ نعم. أرىها مشتعلة الآن. لم تشتعلها. حزب الله أعلن عن مقتل. لم تشتعل بعد. لم تشتعل بعد. يعني كنا مفاجأة. طبعا. انتظروا الأيام توريانا. بالمواجهة ما دالك تعزوان حتى نضاد النقيطة هذه لأنها كنت فيكثير معك حوار خاص بها. لكن هذه الأحداث هذه خلت تكون هي النقطة الرئيسية. ولكن سنستغل المناسبة ونضح لك سؤال فيها ديال من الموازات مع ما كان في غزة. كانت في المغرب المغرب حتقدين اجتماعات ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وقرعتك الخلاصات ديال الختامي ديال هذه الاجتماعات. الخلاصات مجموعة من النقاط. الخلاصة الأولى هي إقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تمكنه من نجاح ما كان يتحدث عنه في 1990. سنة 1990 بعد تقرير اللي كانت دار حول الفقر في العالم كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأخذ قرار من أجل قضاء على الفقر. من تسعين إلى الآن في مركش تغير هذا المعطى وفي البنك الختامي صباحو يتحدثون على القضاء على الفقر المدقع. بمعنى؟ يتحونا من الفقر إلى الفقر المدقع. بمعنى؟